موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرز وآخر أخبار الاقتصاد سجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تطورا ملموسا على مر السنوات مما عزز روابط خصبة ومتينة تخدم تقدم وازدهار البلدين الشقيقين وبفضل رؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي مكنت العلاقات المغربية الإماراتية من إرساء شراكة مثمرة وشبكة من التبادل الديناميكي والاستثمارات المفيدة للبلدين وعلى صعيد المبادلات التجارية الثنائية بلغ المغرب والإمارات العربية المتحدة مستويات متميزة مع نمو مستمر للواردات والصادرات معنا وقع يوم السبت الماضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ويهدف هذا التصريح المشترك الذي وقعته وزيرة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي ووزير البيئة والعمل المناخي بالبرتغال إلى تعزيز استراتيجيات تنمية الطاقات المتجددة بين البلدين بالإضافة إلى إمكانات تبادل الطاقات بين القارتين الإفريقية والأوروبية هذا واستهلت بورسة ودر البيضاء تداولتها اليوم الاثنين على وقع أداء إيجابية وسجل مؤشرها الرئيسي مازي الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليستقر بذلك عند 11.753.2 ارتفعت تسعار والعقود الآجلة للنفط اليوم مع عودة التوترات الجو سياسية في الشرق الأوسط ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة بالإضافة إلى الغموض بخصوص الخفض الطوعي للإنتاج من قبل أوبيك بلاس ونموية طلب العالمي على الوقود وتزعاف سعار والنفط بعد انخفاضها أكثر من 2% الأسبوع الماضي بفعل شكوك المستثمرين تجاه حجم تخفيض الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبيترول وحلفائها أوبيك بلاس والمخاوف المتعلقة بتباطئ نشاط التصنيع العالمي سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي حسب حيث لامست الأسعار الفورية 2100 دولار للأقية وقال محللون أن أسعار الذهب في طريقها للوصول إلى مستويات مرتفعة جديدة العام المقبل وقال تظل فوق مستويات 2000 دولار متشهدين بعدم اليقين الجيوسياسي والضعف المحتمل للدولار وتخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة نكتفي بهذا القدر مشاهدين الكرام نلتقي بعد قليل في مجزن لأهم الأنباء في أمن الله